اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء أن قوى الدفاع البحرين قدمت عبر تاريخها صورة مشرفة للتضحية والبذل في سبيل الوطن وما زالت بمنتسبيها المخلصين تقدم النموذج الأسمى في الاطلاع بالواجبات الوطنية بكل شجاعة وعزيمة وإخلاص بفضل ما تحظى به من رعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ونوه سموه بما قامت به قوة دفاع البحرين والجهات المساندة من مهمة إنسانية كبيرة كان لها الدور البالغ في المساهمة بتقديم التسهيلات والمساندة والدعم لعمليات الإجلاء من أفغانستان إلى الولايات المتحدة وذلك في إطار التعاون الثنائي المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة معربا عن شكره للمشاركين في عمليات الإجلاء من أفغانستان جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم لإقاعدة عيسى الجوية حيث التقى سموه من مشاركين في عمليات الإجلاء من أفغانستان وقد كان في الاستقبال معالي المشير الركنشي خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من الوزراء وكبار المسؤولين وخلال الزيارة أكد صاحب السمو الملكي وليلعه نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء اعتزاز حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفد القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بالجهود الكبيرة التي بذلها المشاركون في عمليات الإجلاء من أفغانستان وكل من ساهم في نجاح هذه المهمة التي كان لها الأثر الإنساني الكبير في تسيير عمليات الإجلاء الآمن لآلاف الأشخاص من أفغانستان ضمن عمليات الإجلاء مع الشركاء الدوليين معربا سموه عن تقديره للدور الإنساني الذي تطلع به قوة دفاع البحرين إلى جانب قيامها بواجبها الوطني الرئيسي في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته منوها سموه بما تتمتع به الكوادر البحرينية من كفاءات عالية أثبتت قدراتها في تحمل المسؤولية والقيام بدورها الوطني بصورة مشرفة عكست الصورة الحضارية لمملكة البحرين وقال سموه إننا نفخر ونعتز بكوادرنا وبجهودهم المخلصة في كل ما يسند إليهم من مهام وطنية متمنيا سموه للجميع دوام التوفيق والنجاح